اشتركوا في القناة جعلت الكثير يتسألون حول مستقبل المعماري في هذه المدينة سي توفيق مونيب مرحبا بك شكرا على الفرصة التي أعطيتني أن تكلم عن المدينة المدينة عزيزة علينا وفيها إمكانيات وليوم بغينا باش تقدموا باش تجدد فمدينة دلبيدة فيها مركز من أفضل مدن في العالم من اللي بدأت البناية ديالها من 2020 سي توفيق سمحل قطع تحسك دلبيدة عرفت واحد من بداية السنوات القرى العشرين عرفت واحد المجموعة من تحولات المعمارية وش تحولات المعمارية كانت إيجابية ولا سلبية؟ تحولات هي في الأغلبية كانت إيجابية لأنه حتى النمو الديمغرافي خسك تضرب له الحساب دياله هي البنايات المدينة الحاديثة تبنات من 1920 حتى 2050 بواحد النفاس كان دائما جيد وتمكننا باش نكون عندنا في المغرب عدة مدون حاديثة في المستوى العالمي فالدلبيدة نتجات أربح كتيرة وكان عندها واحد الصادة عالمي معروفة الدلبيدة كازابلونكا معروفة عالميا وكانت تتحظى بواحد نفاس اقتصادي كبير هو أول مجهود اقتصادي كان في المغرب إذن هذه الإيجابية ديالها دابت نشوفوه التحولات اللي جات من النمو الديمغرافي والتحولات اللي جات من هذوك القرارات اللي اتخادت منه نقلصوا الميناء ويمشي الجرف الأسفر ويمشي التانجا أشو وقع ما بعد سنوات الخمسيناس في الداربيدة أشنو التحول البارز اللي وقع بعد الخمسيناس التحول هو أنه كان واحد الضغط ديال النمو الديمغرافي وخصنا نوجدو السكان الأغلبية فبدو واحد تصاميم كبيرة اللي تتفتح المجال الفضائي ديال الداربيدة تنعرفوا الداربيدة حتى الـ 2015 كان عندها واحد 24 ألف هيكتار وتحولت اليوم الواحد تزادوها 21 ألف هيكتار خورا هي 4 ألف هيكتار تتعرف الداربيدة دابا تتستقبل خمسة المليون تلستة المليون مع ذلك الصور اللي سيدخلوا لها والمساحة ديالها فهذا الحجم اللي قلنا 44 ألف هيكتار باريس تتستقبل تل 11 تل عشرات المليون ديال الناش وكل هم بنية على 9 ألاف هيكتار قال إنه النمو العلوي ديال العلوي إذن إحنا انتشرنا وكونا عدة أطراف أشطار ديال المدينة ما كانش تكامل معها وكانوا الحاجيات والطلبات على السكن الناشية والسكن الجماعي هما الأولوية إذن مشينا في هذا النمو ديموغرافي ونمو سكني وصبحات المدينة متطاولة بالزاف إلى اللحظة معايسي توفيق هو باش نحلوا المسكولة تاعة السكن يعني تم إحداث واحد مجموعة من الأقطاب السكنية ولكن الأقطاب السكني اللي تم إحداث ديالها في السنوات الأخيرة ما تمشي المرافقة ديالها بالمرافق الشيماعية بوسائلتها على الناقل ولو بحل جزر معزولة على مستوى مدينة الدار كيفش تتسرد الأمر هنا فعلا إنه دباي لا بغينا تكون عندنا المدينة خصنا المركز داير إحنا يتنهدرو المدينة كمركز حضاري متوفرة فيه جميع الحياة اليومية ديال المواتنين بشي مارسو هو هذك المواطنة دياله تلقى المرافق تلقى السينما تلقى الجرداء تلقى كل شيء هذا الأمور هي الحياة اليومية اللي تيمارس لإنه إلا درتي أحياء غير شاكانية ووخة أهلتي فيها مثلا الطرق ديالها والنقل ديالها تبقى دائما الحياة اليومية ضعيفة مثلا إحنا كان عندنا في كل حي كان مسرح ودبا في نوم المسارح المسرح اللي تلعب الدور الاجتماعي ويكون مع المدرسة التكوين تكمل يعني أنت من الآراء اللي تقول بأن خاصتك المراكز السكنية تكون يعني كل واحدة مستقلة بداية عند المرافق الشيء معي ديالها عند كل شيء ما تحتاج أنها تنزل سيئة سون ترفيل وتنزل من طاقة معاري بش تخليل الأمور ديالها فعلا خاص الساحة اللي تجمع الناس ولي فضاء ديالهم أنه تنتميوا ليه وتيمارسوا فيه الراحة ديالهم تيمارسوا فيه بغا يدوز من واحد طريق تيبغيرها تيدوز من هذه الساحة عادة يوصل العمل دياله أو الشغل دياله المتقاعد تيخرجوا يقلش فيها الصبيان تهم ما تيلقوا الطرف من الفضاء المخصص لهم تيمارسوا هذه الحياة اليومية ديالهم بواحدة نزاهة وبواحدة الفراح الشعبوي ديالهم باش يكونوا منتامين للحي ديالهم ومكسان عين به هادر تعلي المركز تعلي المدينة التاريخية هاد مركز تعلي المدينة التاريخية وتراجع التواهوج ديالهم مقارنة مع سنوات السبعينات ثمانينات يعني مقاش هادك المركز اللي تي قادر باش يستقطب الناس يجوليه وكاله هيا هذا المركز بغيت نتكلم عليه باش نشير بانه من افضل المراكز اللي تعرفات في المدينة الحديثة عندنا هنا يا واحد تمركوز في الضربية عجيب واحتى الباحثين اللي جوا والباحثين العلميين اللي جوا من امريكا هما ليساعدونا باش يكون عندنا هذه النظرية متفوقة مبقاش عندنا غير النظرية الفرنسية او الاوروبية وفهمنا بانه وراء عندنا واحدة هاد المدينة الحديثة ممكن ناهلوها من شديد كاقتصاد وكايمكانيات ومنها نصلحوه ونرمموه هاد المركز ديال المدينة اللي الاسباح اليوم اه ضايع من ناحية الاقتصادية وحتى من اه ناحية الحياة اليومية ديالو والتي نقدر نقوله تقريبا فاضعة لانه تتمشي تتلقى زناقهم سدودين تتلقى واحدة البنايات محصورة متعود تشترميم ديالا والتي تتهدد تتلقى امور لهذا المركز ديال المدينة يمكن يتفادها ويخلق امكانيات اقتصادية ويحسن الوضعية اليومية كان معول على واحد احداث واحد مركز يعني بديل هو مركز ساعة ويسانتر ومنطقات المعاري ولكن اللي حت ساعة ما تنشوفش ان هذا المركز قدر بشي يلعب هاد الدور اه فعلا انه ما دالبي دا ما عرفتش واحد الفضاء تنفس فيه وتخلق فيه مركز جديد وكان اول مركز هو ديال المعاري في اللي كانت يعرف الكوميرس نعني التجارة بصفة عامة وحتى هذا النمو اللي عرف هذا المركز المعاري كان اه تجاري كتر ما اه فضاءات ديال المواطنين ومتنفس جديد او حاذقة جديدة فليهذا اه ما ما تخلقتش واحد الفرصة جديدة انتميوا لها الناس الا التجارة رات يمشيوا لها ما تلقاش ساحة ما تلقاش اه حاذقة ما تلقاش امور اه اه ديال الحياة اليومية فا اه اه المتنفس الجديد دابا لي والفرصة جديدة اللي تعطيت المدينة هي هادك اه 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 الانفا اه اه المطار ديال الانفا القديم اللي تحول ودخل المجال الحضاري واتسس فيه مركز جديد وفيه واحد الفضاء اه كبير دياله تقريبا تمانين هيكتار اراها من خصة الفضاءات اه 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 المواطنين اه والحاضقات اه والساحات فهذا غاد يغير شوية الجو اه بصفة عامة في المدينة ككل. وهو مرتبط بالمركز الرئيسي. هاد الامور هذي يخص دباي اه تواكبها اه المرافق. اه تواكبها اه النقل. اه تواكبها اه التنظيم ديال اه ديال اه السير في في العمران وفي التعمير. ان الطرق دباليوم تتعرف واحد النظام. النظام ديال السيارة. النظام ديال اه اللي غادي على رجليه. و اللي غادي في اه في واحد البشكلية. كل هم هادو اه محترمين. وتتصبح الحياة اليومية دياله منظمة. وما اه تي تيصبحون مواطن. مغلقش معك واحد القديلي كانت دارت واحد ضجة في بداية تفكير في مشروع ترامواي هي القدية تعالى ان المساحة ديال الشوارع ترامواي ما غا ما تتحملش هاد الوسيرة ترامواي. وهذا اللي بان على مستوى الواقع الآن. دبال الشوارع التي تمر منها ترامواي. يعني تتخلق مشاكل لديك تحب السيارات لسائقين السيارات. بقاش واحد المسافة اللي. وحنا الان دبال اصلا وباقي الداربيضة مقبلة على احداث خطوط جديدة. هذا سؤال فمحلول انه دبحت هاد اه اه الاختيار دياله الترام في بلاس المترو. المترو اللي ما تعمرش الطريق العمومية. اه هذا الترام تيجزاحم مع الطريق. فهذا كان خيار. والداربيضة ما عرفتش تمركوز موزع على اه هاد الاحياء الجديدة اللي تزادت فيها. فبقا تمركوز في اه المركز القديم وبقات الادارة وبقا عدة اشياء بقات تجلب الناس ويستعوفوا احد اه اه الاجدحام ديال السير وديال النقل يوميا. وحتى الناس اللي اه 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 تيدخلوا من خارج ديال اه اه ديال المدينة المدينة تاهمة تزادوا في هذاك وتصبح. تعلموا سنجعوا تكل المراكز اللي السكني اللي تتحديثات. ما تتمشي يعني المرافقة ديال بما نفتع الطرق. لاخدنا مثلا الحالة على الرحمة يعني كين شريع واحد ولي تي تيربط بوسط المدينة. تيكون واحد الحالة على بلوكاش ماكي اللي هي كبير. اه كان تتعرف اه في التاريخ ديال التعمير ديال دالبيضة حين عنده فترات ديال. حاولنا نقضو المدينة ونديرو اه واحد اه طرق جديدة ولا نوسعوه غير ما تكونش بنايات جاتي الله وحبسات لك الطريق او اه ما ما غادش تمكنك من هذاك التوزيع اه اه اللي اللي هو في تعديد. اه ويمكن الاحياء كلها اه تكون اه اه في واحد اه واحد السير ديالا اه اه يومي اللي تي منتيج لانه دبا اه 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 كين اه المتاجر كين الموظف كين اه اه المستعجلات والمرافق كلهم اه عندهم ازمة اه في السير اه اذا احنا خصنا كيفاش المدينة نخففوها بمراكج جديدة ونمارسوا وهذه المراكج جديدة خصت تكون عند علاقة باه اه وناخدوا اه اه هاد الا الادات اللي هي الترام كادات ديال اعادة تنظيم المدينة بالاحياء ديالا وتمركز في كل الحي وبالمرافق اللي خاصة باش الناس تمارس الحي دياله وعندها الإمكانية دياله عندها المرافق عندها النقل توفر دباهد الإصلاحات كلها تدخل في واحد النظام شامل ديال المدينة ويكون عندك واحد النظرية ديال المدينة لكن البعض يقولك أن القضية تعلق الإسكان والتعمير خاصة تكون عندها طرف واحد ماشي أطراف مثلا خدنا نحن في لوكات على الدار بدأ كين الإدماج وكين العمران وش تتافق معا ديال الرأي ولا خاص داروت كل شركتين دباه إدماج سكن أنا كنت من الأولين اللي حاضر التأسيس دياله وكنت اقترحت باش نكون في التسير دياله ومع كنت في العمران هو تخلق غير باش يتكلف بدور الصافح دور الصافح والسكن الاجتماعي إذن دباه والصباح الدور دياله بحال نقوله موخوض من بعد الأطراف قورين بحال العمران بحال للسيديجي لسيديجي لسيديجيي كل مادو قا يبنوا ويرحلوا الناس وياخدوا المتيازات والمدينة ما عرفتش واحد القرارات ديولها ديال التنظيمية احنا درنا العمدة باش نجمعوا الاطراف ديال و باش يكونوا اكثر قرارات ممكن ولكن مع الاسف مازال موصلناش الهدى الامكانيات ديال القرارات مجمعين ان كانت دار لبيده واحد الوقت 54 جماعة و كيفاش غادي تاخد قرار ولا تاخد قرار ديال التمويل ولا تجمع الامكانيات هاود رجعنا الواحد 16 ديال المقاطعات هي اللي كاينة اليوم وهذا بدأت يعطي النتيجة دياله ولكن كيخص دائما المسؤولية بالنسبة لكل المقاطعة والامكانيات اللي هتعطي المقاطعة و فوق هاتشي كله الشركات اللي غادي تنظم النمو ديال المدينة فاش كانت دار بيضافها 27 جامعة حضارية في اطار مجموعة حضارية تحولت في 2003 الى نظام محادثة المدينة واشفه التحول هذا تم فتح المشاورات والتشاور معاكم كمهندسين باش اعطيوا واحد الرؤية للمستقبل ساعد المدينة من 2003 تل السنوات اللي جاي كانوا بعض المحاولات اما الوقيتها اللي كان الهيئة ديال المهندسين مطلوبين و بالرأي ديالهم في واحد الفترة قصيرة و اللي اعطينا بدنا الرأي ديالنا و قارنا ما بين مدن كبيرة ناجحة و كيفاش تدار البيضاء تعود ترجع لهذا كتيار الناجح ديال المدن الكبرى الناجحة لسيما احنا رانوصلنو لخمسات المليون يوميا و خاصة انتاجية ديال المدينة خاصة الواحدة التشيير مهم كبير بحل مقاولة المدينة كمقاولة و اكتشفنا بانه الناجح ديال المدينة راتي تتركز وتتركب مع الشركات ديالتشيير ديالها اللي كل واحدة عند المهمة ديالها و عند المسئولية ديالها و عند المحاسبة ديالها و عند الامكانيات المالية ديالها و عند احتى الخصوصيات ديالها و القرارات ديك ساعة تيمكنلك تجمعها مع القانون ديال التعمير و اللي كلفة بالوكالات الوكالات الحضارية و مع الولاية و الجهوية بش يكون واحدة الرؤية ديال اشنو الاهداف ديالنا اللي بغينا نوصلو لهم و اشنو ما الامكانيات اللي غادي نحطوه و الشركات اللي غادي يساهموا في هذا التنظيم هذا تلات خطوات بالنسبة لك كمهندس و كفاعل في المدينة تلات خطوات من اجل مدينة ناجحة اشخصندير مدينة ناجحة هي دبا نكونو عندنا واحدة ورقة طريق قابطينها و ندعمها بالامكانيات المالية و المادية و الإنسانية لأننا خصنا هدوك الطاقة البشرية التي تلعب دور مهم باش الناس يمارسوا معك و يكون مواطن و يمارس هدوك المواطنة دياله أعطيته الفرصة باش يمارسها إذا هذا التنظيم ناخده الشركات اللي خاص و تكون متخصة في المادين ديالها احنا را عندنا ناقل عندنا العزبال عندنا الحديقات و التهيئ عندنا تنمية الحيوية ديال المدينة الانيماسيون اللي عندها شركة دابا اللي تتخلق هي واحد الجو في المدينة و عندنا واحد أطراف بحل العمران بحل إدماج السكان بحل السيجي هادو 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 الامكانية تخصوهم تجمعوه و يدروح تنسيق ما بينتهم إنه عدم تنسيق و كل واحد راه تيمارس النظام دياله أو الأشغال دياله ما تتعطيش نتيجة للمدينة تتعطي غير عندنا أحياء جديدة تزادت في الداربيدة هاية بوسكورة هاية في داربو عزة هاية في الطريق المحمدية أو في البرنوسي و الداربيدة ككل والتأهيل ديالها والمواطنة اللي نخلقوا فيها تيخص الطرف ديال المهندسين ديال الهيئة المهندسين يكون موجود على جميع الصعيد كاين مع الوكال الحضرية كاين مع الولاية كاين مع العمدة كاين موجود و تيبدل دراسات دياله الأولية و تيساهم في نفس ديال التشديد المهندسين هم اللي مهمين و خلصنا نحضرهم و نجعلهم مسؤولين باش تكون المدينة غادة في واحدة اه الاتجاه و كنعالجوه و تنعالجو الطريقة و تنجيبو إمكانيات فالداربيدة إلا بغينا تنجح رخصنا هاداك المركز الحديث دياله كله يتعاود و يترمم و نجيبو البحث العلمي و الواحدة واحدة الميزي ديال الدار البيدة غاي باش نعرفوه التاريخ دياله و نعرفوه كاين دابا واحد رهم سدود و تتسنى في البيتج دياله كاين فعين دياله كاين تما واحدة اه الاركالوجيه عالمي ينتهجوا لها الناس من العالم باش يقرى تما واحد جوجد المليون ديال السنوات اه ديال هاد المدينة شكرا سيمونيبو و شكرا على قبول الدعوة و بدرت انشاء معك يعني شيء بزيانة شكرا المتتبعي قالت انفاس بريس و الى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله موسيقى